صباح الخير كيفك ميسونة؟ تمام شاء الحلاوة اليوم حبيبتي إن شاء الله أمورك تكون تمام وكل اللي عم بتابعونا أيضاً واللي بيستنوا فقرة الأبراج رقمنا هو 065690099 وأيضاً بتقدروا تبعاتولنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عمان تيفي أوفيشل واروتان راديو جوردن ورح نبدأ مع أول برج يا ميسون لساتنا عم نحكي عن الأسبوع الأول من شهر واحد في عنا هون مرام عم تسأل عن موليد 19 أربعة 19 أه يعني قبل آخر يوم بالحمل ويكون ماخذ من الثور الحمل إذن الحمل واللي طالعوا حمل بنخص اللي طالعوا حمل الأسبوع الأول فترة ممتازة جداً لترتقي سلمات النجاح أنت والميزان عندكم طرح أفكار بطريقة جديدة بجديد من نوعها اللي رح تلقى الدعم والقبول خاصة على مستوى المهني والعملي كمان رح نحكي عن الأسبوع الثاني شوي رح تكون الطاقة مضاعفة وهون بدك تنتبه يا برج الحمل هذه الطاقة الكبيرة بدك تستغلها لشيء يخدم مصالحك ما تستعجل تشوف أنت عندك القدرة على العمل فتمشي بالشغل حتى لو كان ما بيفيدك أو بتعرف أنه ما منه جدوى هاي الفترة بدك تنتبه فيها تبتعد عن التدخل أيضاً بشؤون الآخرين نعم عنا كمان لانا ميسون عم تسأل عن موليد برج القوس كيف وضعهم القوس يعني أموركم إن شاء الله رح تكون كويسة بالأسبوع الأول هي فترة مالية مطلقة سواء كان سلباً أو إيجاباً تحط نظام جديد لحياتك يا برج القوس وتحصل على أرباح إضافية أنت تحت الضوء لذلك أيضاً هي فترة سلبية وإيجابية تحت الضوء ممكن يكون لدعم ولا تأييد مشروعك أو بداية شيء جديد بحياتك وممكن يكون أيضاً تحت الضوء أنه في حد يراقبك ويستنىك على زلة وغلطة إذن الأسبوع الأول هو في بحث مالي قد يكون متابعة معاملة مالية أو بحث عن قرض أو متابعة شغلة خص ورث هي فترة مالية مطلقة عنا كمان ميسون أحمد عم يسأل عن موليد برج الثور برج الثور وقلنا هاي السنة لإلكم هلأ لما نقول هي فترة ممتازة للثور ما بيعني أنه الحظوظ مطلقة وبشكل دائم الثور كان تعبان أنت السرطان كان تعبان هلأ رح تنزال الهموم والغمة اللي كانت عندكم لذلك نعتبرها سنة جيدة لإلك تحقق هدف وتسعى ممكن البعض يفكر بالسفر أو الهجرة هاي الفترة فترة التغيير تغيير الأفكار حتى تكونت عم تدرس الشغلة ممكن تغير نوع دراستك أيضاً هي فترة مالية وعاطفية سلباً وإيجاباً بدك تنتبه على المستوى العملي والمالي ما تخسر شغلك بهاي الفترة خاصة الثلاث أشهر الأولى حاول أنك ما تدخل بشؤون ما بتخصك أو أنك ترد أو تاخذ قرار وأنت عصبي أو متوتر أما على المستوى العاطفي فرح يكون أيضاً العلاقات الهشية فيها حلول سواء كانت سلباً أو إيجاباً أوكي فيه كمان عنا نسرين ميسون عم تسأل عن موليد 21-1 21-1 بده يكون قبل آخر يوم بالجدي يعني جدي ما أخذ من الدلو الجدي أيضاً عندك انفراجات بسنة الـ 21 ونحكي لك أنه النصف الأول من الشهر فترة عاطفية بتزداد فيها العلاقات وبتلاقي أنه كل الأمور فيها قبول وفيها استماع وفيها تأييد أيضاً عندك بالعمل نقلة نوعية من خلال علاقات اجتماعية جديدة أو من خلال أخبار كنت عم تستناها خاصة للي عنده علاقات مع الخارج بشكل عام ممكن خبر يوصل برج الجدي ويخليه يغير مجرى حياته يغير طريق التعامل ورح تكون نقلة نوعية بحياة برج الجدي بالنصف الأول من الشهر ولكن أيضاً بنوصيك أنه تبتعد عن التوتر والعصبية تتجاوزها تماماً خاصة في حالة القرارات أو بحالة النقاش نعم عنا سوساً عم تسأل أنه هل هناك فرص عملية وعلى الصعيد المادي شو أوضاع موليد برج الثور احنا هلأ حكينا الثور بس ايش وضعهم مادياً عملياً حكينا للثور أنه على كل المستويات عندكم انفراجات توصلوا لهدف حسب سعي برج الثور مثلاً البعض عم بيفكر بالسفر البعض عم بيفكر بهجرة بدراسة ممكن بداية مشروع جديد ممكن ارتباط هو عاطفي عملي مهني سلباً وإيجاباً خليني أرجع أحكي أنه برج الثور بما أنه زحل موجود فإذا ما تخدتوا القرارات السريعة وبدراسة شاملة وباستشارات ذوي الشأن ممكن تقلب كل الأمور ضدكم وتصبح سلبية سواء كان على العاطفي ولا المهني ولا المالي ولكن كل واحد إيش كان عم يسعى بالسنة الماضية من بداية هاي السنة رح تنفتح لك أبواب حسب سعيك حسب الهدف اللي أنت عم تتوجه له نعم كم لي معكم ضمن فقرة الأبراج مع ميسون وهون في عنا طلب كتير كبير على موليد برج الجوزاء الجوزاء من الأبراج الممتازة جداً نصف الأول هو مالي عاطفي وممكن تبحث بأمور مالية أو تعيد فتح بعض القضايا المالية المغلقة أو التابع ورث أو تسترد ديون وهاي غالباً رح تكون عند برج الجوزاء كمان هي فترة عاطفية ممكن يعيش علاقات جديدة ولكن بدنا نوصيك من العلاقات السرية واللي هي تحت الضوء والغير معلن عنها هاي المسألة بدك تحسمها يا أما تعلن عنها أو تنهيها لأنه ممكن زحل يعطيك درس بهذا الموضوع وممكن تكون خسارة بالعلاقات وممكن يكون في خطأ كبير يأثر على حياتك بشكل عام فانتبه لهذه المسألة احنا عم نحكي عن النصف الأول من الشهر بالنسبة للوضع المهني رح يكون أيضاً ممتاز ورح يكون عندك متابعات فيه رح تثبت وجودك وتلاقي الدعم من الكثير من الأطراف خاصة المسؤولين بالعمل عنا كمان نجود ميسون عم تسأل عن موليد برج الحوت الحوت عندك ببداية الأسبوع الأول فترة بحث عن ذاتك وبحث عن شخصك وعن سعادتك وين تكمن هاي الفترة بتحاول تعمل تغيير بصورتك أمام نفسك مش أمام الناس أمام نفسك أنت ما تقع بأخطاء الماضي هاي الفترة أنت عم بتحط عم بتخط السعادة لسنة كاملة فحاول أنك ما تخطئ بكتابة إيش أنت بدك وما تخطئ بالطريقة اللي رح تتعامل فيها مع نفسك تعتبر فترة جديدة جداً لكن ما تتدخل بشؤون الآخرين يعطيك العافية حبيبتي وإن شاء الله بكرة لقانبي جدد فيك اللي ما سمع برجه اليوم بكرة أكيد منحكيه شكراً لكل الأشخاص اللي تابعونا بقية نهار ممتعة للجميع يا رب وإن شاء الله موعدنا معاكم دايماً الساعة عشرة نستنونا بكرة وإلى اللقاء